واضح طبعاً الرضا عن الأداء ونتيجة المباراة من ميستر كولر تكلم بكل اتزام بكل هدوء وطبعاً نادي الأهلي ماشي بخطة سبت يمكن فترة من الفترات كان فيه جوم غير مبرر على الكل، على المنظومة، على الجهاز الفني، على اللعيبة ولكن لما نيجي نشوفها بالأرقام نادي الأهلي في دور التمانية نادي الأهلي أول دوري بفارق كبير لسه ما حسامش نادي الأهلي بيكسب بالثلاثات وبالأربعات وبيقدم عروض جيدة فالوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي زي ما احنا شوفنا كده الفترة الأخيرة جماهرنا بتدعم، جماهرنا بتساند الفرقة ماشية كويس، الفرقة ماشية بخطة سبتة معظم اللعيبة خلاص زي ما قالوا الكباتين الكبار كله بينصاهر دلوقتي أي حد بيلعب بأي حد ما بتحسش بفرق، بتحسش بفرقات خالص بين اللعيبة وبعضها والمسيرة ماشية والنادي الأهلي هو الأقوى، هو الأفضل آه، اللقاء صعب، اللقاء اللي جاي نتمنى، نتمنى إن الجهات المسؤولة زي ربطة الأندية تساعد شوية خصوصاً بعد ماشي فاركو يمكن ما حدش تكلم فيها، بس أنا بتكلم من دلوقتي، بكلم من بادري ماشي فاركو يوم 14 بعد ماشي بيراميدز، الفاينل بتاع الكاس بأربع تيام، هو تلاتة أو أنت الرابع، هو أنت بتخلص ساعة 12 بالليل، يعني دخلت في اليوم اللي بعده بعدها بيومين يوم 17، يعني بتخلص فاركو 14 تطلع 15 من الأستاذ عندك بعدها بيومين 17 ماشي اسموحها في سكندرية إزاي مع ربطة؟ بعدها بتلاتة يام عندك مباراة خوية جداً 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 قدام مباراة كؤوس قدام الرجاء المغربي طبعاً نتمنى إن الرابطة تنظر بعين الاعتبار لموقف النادي الأهلي وتساعده الفترة اللي جاية مش تحطله صعوبات ده اللي نتمنى وأنا يعني بحسن الظن لحد دلوقتي برجال الرابطة الأجلاء